أشد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بمواصلة إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوى متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعرب عبد العاطي خلال لقائه وزيرة الدولة الألمانية للتنمية نالز آنن عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا بمختلف جوانبها الأسيام في مجالات التنمية والطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني وتنقل العمالة المؤهلة كما استعرض عبد العاطي التنمية والطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها والتي تتمتع بمعايير الاستدامة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة مشيرا إلى حرص مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة لإبراز التفرة الحضرية التي تم تحقيقها في مصر خلال السنوات الأخيرة